موسيقى مشاهدنا الكرام اهلا بكم في هذا العدد الجديد من ملف لنقاش اثارت استقالة المبعوث الاممي لصحراء كريستوفر روس الكثير من النقاش في الاوساط السياسية نقاش تركز في مجمله على حصيلة ثماني سنوات من عمله وابرز محطات وساطته هذه الاستقالة تأتي في سياق دقيق حيث اعلن الجيش المغربي انسحابا احادي الجانب من القرقرات استجابة لطلب الامين الاممي كما تأتي في ذل تطورات كثيرة يشهدها المجتمع الدولي اليوم في ملف لنقاش نتوقف عند حصيلة تدبير روس لملف التفاوض عند ابرز المرشحين لخلافتها عند ابرز المعطيات المتعلقة بالصحراء المغربية وعند متطلبات المرحلة المقبلة واكرهاتها بداية نتوقف عند هذه الشاشة التفاعلية مع نجاة بوتفسوت حول حصيلة روس كمبعوث اممي في شهر يناير من عام 2009 عين الامين العام السابق للامم المتحدة بنكيمون كريستوف الروس مبعوثا خاصا للامم المتحدة الى الصحراء المغربية خلفا للهولندي بيتر فان فالسوم من اجل الدفع بمصاري المفاوضات غير الرسمية بين المغرب وانفصال جبهة البوليساريو جدير بالذكر ان الرجل عمل سفيرا للولايات المتحدة في الجزائر من الثاني عشر من شهر غشت الف وتسعمائة وثمانية وثمانين الى غاية صيف عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين ليشغل بعدها منصب سفير بلاده في سوريا وفي الوقت الذي ظل فيه المغرب يجدد التزامه بالمشروحية الدولية واستعدده للتعاون مع الامين العام الأممي للتوصل الى الحل النهائي الذي تدعو اليه قرارات مجلس الامن في هذا الصراح المفتعل امضح المبعوث الاممي كريستوف الروس ثمانية سنوات في اطار المهمة الموكولة اليها مرتكبا خلالها مجموعة من الاخطاء تجاه المملكة اخطاء كثيرة وفادحة اظهرت مدى عدم حيادية وموضوعية مواقف الرجل بخصوص ملف السحراء المغربية وميولاته القوية نحو الجزائر والانفصالين وما كان للمغرب في مايه 2012 الى ان يسحب ثقته من المبعوث الاممي الذي فشل بشكل واضح في تحقيق تقدم في مساري المفاوضات زلت واخطاء الروس واضحة ومتعددة من بينها تجرؤه على استفزاز المغرب حينما اقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان رغم انخراط الرباط في دعم ملف حقوق الانسان وكذلك اعلانه اشراء جولات المفاوضات بمدينة الحيون قبل ان ترد الحكومة المغربية بالقول ان الرباط هي العاصمة السياسية للمملكة وقد سبق للمغرب ان سجل ملاحظات منهجية تتعلق بطريقة عمل الروس التي تجاوزت مهمته المتمثلة في تسهيل التفاوض بين المغرب وما يعرف بالبوليساريو في عهد الروس شهدت علاقة المغرب بالامين العام السابق بنكيمون بعد التوتر بسبب سلوك مبعوثها الخاص للصحراء المغربية في هذا السياق يشير العارفون بهذا الملف الى ان كريستوف الروس كان مهندسة السجارة المثيرة للشدل التي قام بها الامين العام السابق للامم المتحدة بنكيمون في فبراير من العام الماضي الى تندوف ادل خلالها بتصريحات منحازة كشفت عن تساهله المدان مع جمهورية وهمية تفتقد لكل المقاومات من تراب وساكنة وعلم معترف به كما يؤكد ذلك بلاغ للحكومة المغربية لمناقشة محاور هذا العدد يسعدنا كثيرا ان نستقبل في الاستجو الدكتور طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية ومدير مجلة أفاق استراتيجية اهلا وسهلا بك دكتور معاكم اهلا وسهلا تحييلكم لمشاهدي قناة ميديان تيفي سعدنا كثيرا ان يكون معنا الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز المغاربي للدراسات الامنية وتحليل السياسات والمحلل السياسي اهلا وسهلا بكم دكتور معنا ويسعدنا كثيرا كذلك ان يكون معنا الدكتور مصطفى رزرازي استاذ ادارة الازمات والدراسات الاستراتيجية اهلا وسهلا بكم دكتور معنا توقعتم استقالة روس ام كانت مفاجئة بالنسبة اليكم في الواقع استقالة روس هي منطقية جدا وكانت متوقعة في كواليس او في دواليب الامم المتحدة اي فاعلية ويبدو واضح ان الامين العام الجديد يعني له اجندة خاصة وله طبعا خطته وتصوره الخاص العنصر الثاني هو تغير في القيادة الامريكية ايضا فروس كان مرتبط بالديمقراطيين كما يعلم الجميع وطبعا كان من المتوقع مع ماجئ ترامب والتغيرات التي حصرت في وزارة الخارجية الامريكية يعني ان لا يتناسب روس في ان يكون يعني ممتل للادارة الجديدة للادارة الجديدة العنصر الثالث هو متغيرات يعني المستوى الاقليمي خاصة يعني خلال الاربع سنوات الاخيرة امنيا اقتصاديا عودة المغرب الاتحاد الافريقي وكان اخرها طبعا ازمة الجريجرات التي اثبتت ان المغرب كان على حق في يعني انتقاداته للتدبير الذي كان يقوم به المبعوث الشخصي العنصر الاخير يعني هو تقدم المغرب بدخوله الاتحاد الافريقي وتغيير يعني يعني موازين القوى على الاقل في التدبير الاعلامي الذي كان يقوم به روس على اساس ان المغرب متعنت ما اثبته المغرب انه مرتبط بالشرعية الدولية وهذا طبعا يضع روس في احراج يعني في تدبير المرحلة القادمة الجميع كان يعلم ان روس لا يستطيع ان يتناسب مع الامان العام الجديد طيب بالنسبة اليكم دكتور منار سليمي سياق هذه الاستقالة خاصة هذا الانسحاب الوحادي الجانب من القرقرات كيف تقرأه؟ اولا نغير في نفس الاتجاه كان متوقع الاميل العام الأممي الجديد له مقاربة مختلفة عن بانكيمون الذين يعرفون البروفيل الشخصي للاميل العام الأممي واتصريحات الأولية سيدهب في اتجاهات العمل ما يسمى بالعمل الإنساني بمعنى سيوجه النقاش نحو المخيمات قضية اللاجئين هذه العناصر كلها ستحضر لفت قرار ولفت توصيات التي سترفع إلى مجلس الأمن يقال أنه يعرف جيدا قضية الصحراء يعرف الملف جيدا وهو أوروبي وعادة لما يكون أمين عام أوروبي فهو لن يستطيع الاشتغال مع مبعوت أممي أمريكي بمعنى المقاربة هي مختلفة بل أنه أكثر فهم للملف على عكس مثلا كريستوفر روس كينا المسألة الثانية وهو تفكك اللوبي داخل الإدارة الأمريكية الكل يعرف بأنه كانت علاقة بين روس وبين سوزان رايس وبين كيري وأيضا كينيدي إذن هم الذين شكلوا مجموعة من المشاكل التي كان يعرفها الملف إذا كان طبيعي لما يتغير هذا اللوبي فإنه سيتغير المبعوت الأممي أكثر من ذلك أنه لما تقع أزمة بهذا الشكل مثلا هنا أعود إلى أزمة القرقارات كان طبيعي بأنه هذا فشل للأميل العام فشل لأول الأميل العام السابق أتحدث هنا عن بانكيمون وأيضا فشل للمبعوت الأممي أكثر من ذلك دعيني أعود إلى تاريخ الرسالة التي عين بمقتضى التي جاءت في التقرار رسالة 6 يناير 2009 التي وجه بانكيمون إلى مجلس الأمن كانت تشير إلى أن كريستوفر روس سيشتغل أولا سيكمل ما قام به فانسون وسيشتغل بناء على قرار مجلس الأمن 18-13 لسنة 2008 والذي فيه عبارة واضحة بأن الأطراف يجب أن تحاول أن تشتغل تحلي بالواقعية هو انزلق كل هذه الانزلقات وكان طبيعي أن هذا سياق أولا متعلق بالنزاع السياق الإقليمي والسياق الدولي ينهي مهامه بهذه الطريقة وواضح جدا بأن كل التقرير تشير بأنه فشل لماذا؟ لأنه لن يستطع أن يجمع الأطراف في مفاوضات مباشرة عكس ما قام به فانسون وتضيف إلى ذلك الأزمة الحالية الأزمة الحالية تبين بأن توقعات المغرب كانت صحيحة الكل يعرف بأن المغرب كانت قد وقعت له مشاكل مع القوات الأممية وكان يعرف بأن هناك مشاكل ترتكبها لما يسمى بالممتلين المدنيين داخل هيئة الأمم المتحدة وكان يشير إلى القوات الأممية ويطلب بالانتباه إلى ما يجري داخل المنطقة العزلة كل هذه الأمور لم يكن ينتبه إلى كريستوفروس الذي دفع في اتجاه آخر إذن جاءت هذه الأزمة لتبين بأنه غير قادر على مسيرة النزاع ويبدو بأنه فهم هذا الوضع جيدا وأعلن وقدم استقالته وسينتهي عمله في نهاية هذا الشهر طيب بعض المراقبين دكتور الطرقة التي رأوا في هذه الاستقالة نصر للرباط هل أنت مع هذا الرأي؟ شكرا أولا أنا أريد أن أعود إلى نقطة جوهرية يجب أن نذكر على أن المملكة المغربية منذ البداية منذ تعيين كريستوفروس مبعود خاص كانت لها تحفظات على هذا الشخص اليوم تحصل حاصل نتائج فشل هذا الشخص إنما تحيل على البدايات الأولى التي تحفظت فيها المملكة على هذا الشخص لماذا تحفظت أنا داك؟ لأنها كانت تعلم علم اليقين بالدلائل على أن هذا الرجل ليس محيدا ولن يكون محيدا في هذا النزاع مع مرور الوقت إذا بدأنا مما انتهينا إليه اليوم سنجد بأنه اليوم ما يجري في القرقارات هو نتيجة فشل خاص للمبعوث الخاص السيد كريستوفروس لماذا؟ لأن القرقارات ما هي إلا محطة من أربع محطات المحطة الأولى كانت هي تفارتي والتي احتجت فيها المملكة المغربية لدى الأمين العام لأمم المتحدة أنا داك بانكيمون ولكنه كانت تحت تأثير مخدر المبعوث الخاص كريستوفروس المحطة الثانية كانت هي جيجيم احتجت مرة أخرى المملكة المغربية ولكن لا أدان لمن تنادي المحطة الثالثة كانت البير الحلو نفس الإقاع المحطة الرابعة هي القرقارات بمعنى أن السيد كريستوفروس سمح ثلاث مرات في تقاريره بخرق جبهة البوليزاريو للشرعية الدولية هناك اتفاق لوقف إطلاق النار لسنة 1991 خارقته جبهة البوليزاريو ولكن كان المبعوث يغض الطرف في تقاريره عن هذه المسألة اليوم المملكة المغربية في محطة القرقارات لم يعد مسموح أن تقف وقف المتفرج على اعتبار أساسي وجوهري ماذا يمكن أن تفعل القانون ما يقول لأن أولا سنقول لماذا القرقارات أخذت فيها المملكة المغربية موقف مخالف للمحطة الثالث لأن القرقارات هي تعتبر بطبيعة الحال ممر تجاري دولي ويظهر الآن عبر الفيديوهات بأن جبهة البوليزاريو ما كانت تنعته به المملكة المغربية هو واقع في أرض الواقع اليوم على اعتبار أن عبارة عن ميليشيات تشكل عصابات في شكل مجموعات الخارج عن القانون أنها تعتارض سبيل الحافلات والتجارة الدولية نحو إفريقيا الآن القرقارات بالرسالة الملكية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولاحظي معي الفرق بين الأمين العام جوتيريس الجديد والأمين العام السابق بانكيمون وللأسف نفتح القوس ونقولها لأنه لم ينتبه الجميع إلى أن بانكيمون لم يكن يفقه في ملف السحراء أي شيء لدرجة أنه كان يعتبر بأن المنطقة العازلة مناطق محتلة من طرف المغرب وصرح بها في تندوف ولا يفقه أبان على أنه رجل تحت تأثير مخدر السيد كريستوفر روس الآن المملكة المغربية برسالتها إلى السيد الأمين العام لاحظي معي تفاعل السيد الأمين العام الجديد جوتيريس مع المملكة المغربية في الانسحاب من الجانب الأحادي للمملكة جعلت جبهة البوليزاريو يعني المملكة أماطت الليتام عن حقيقة جبهة البوليزاريو والآن هي في مواجهة مع الأمم المتحدة مباشرة وسنسيب شيئا ما في تحليل بعض الأمور طيب ثماني سنوات دكتور نريد أن نحلل كذلك على ظو أنتم تفقهون في إدارة الأزمات الأمين الأممي الأمم المتحدة والمبعوث الأممي ما عسى يفعل قانونيا في مثل هذه الاختراقات التي تفضل بها الأستاذان طبعا مثلا إذا أخذنا حالة القرقرات يعني الخرق الآن الذي تتورط فيه جبهة البوليزاريو هي خرق الاتفاق العسكرية رقم واحد التي تمنع وجود قوات عسكرية أو أشخاص مسلحين في المنطقة هذا الجانب الأول الخرق الثاني الذي تسقط فيه جبهة البوليزاريو يتجاوز حتى الاتفاق الموقع بين المغرب والمينورسو وبين البوليزاريو والمينورسو على عكس ما تدعيه البوليزاريو في وسائل إعلامها الإلكترونية لأن المغرب هو في اتفاق معها يعني المغرب لم يوقع أي اتفاق مع البوليزاريو هناك اتفاقين بين المينورسو والمغرب وبين المينورسو والبوليزاريو تتجاوز على اعتبار أن القانون الدولي يحمي مناطق العبور للنشاط المدني والتجاري في هذه الحالة من الاختراقات كيف يمكن لهذه الهيئة أن تتدخل؟ الآن المغرب على أعلى مستوى من الدولة وهو ملك البلاد اتصل بالأمين العام الجديد المغرب طبعا انسحب أولا من المنطقة وليس من منطق الضعف لأن القدرات القتالية والعسكرية للجيش المغربي قوية جدا ولكن من منطق العقلانية واحترام الشرعية ثم إرسال رسالة رغبة في التفاوض وضبط النفس خاصة في وضع إقليمي جد متوتر وجد حساس أمنيا يعني هذا الجانب يعني العمليات الاستفزازية التي يقوم بها البوليساريو هي جاءت كرد فعل على انتصارات أخرى يقوم بها المغرب في جبهات أخرى ذات بعد اقتصادي واستراتيجي وديبلوماسي تريد أن تخرج المغرب عن حكمته لكن أظن أن المغرب سيدبر الملف الآن في اتجاه أن يكون التقرير القادم في أبريل يعني يدين من يكتب التقرير الذي يقبل؟ يعني التقرير يكتبه طرفان بالعادة المبعوت الخاص للأمين العام وهو الذي استقال لكن يتوقع أن يترك بعض انطباعات خلال المرحلة السابقة ثم هناك المبعوت عفوا المبعوت الخاص ثم هناك المبعوت الأممي المبعوت الشخصي ثم هناك المبعوت الأممي يعني المكلف مدام السيدة الممثل يعني الموجود الآن بالعيون التي يعني تشرف على المينورسو طبعا هي تنقل التقرير بناء على وقائع ميدانية يعني هذا التقرير يتوقع أن تكون فيه فقرات جد مهمة تشير إلى هذا الخرق نعم الآن سيدة بودلوك يعني راحت إلى تندوف وما تتوارده وسائل الأعلام على أن هناك رفض من طرف قيادة البوليساريو بالانسحاب والانضباط لنداء الأمين العام هي لم تصرح رسميا بأي شيء يعني هذا سيضع طبعا البوليساريو في وضع حرج خاصة أن المجتمع الدولي خاصة يعني ما يسمى بدول أصدقاء الصحراء ودول أعداء بمجلس الأمن يعني كلها نوهت بموقف المغرب والخطوة المغربية طيب في مدخلتك سابقة دكتور مانارسليمي تحدث عن أوجه فشل الأمين الأممي سيد بانكيمون وسيد روس المستقل ما هي أوجه هذا الفشل ولازلت أن تظر إجابة عن ماذا يتحتم على الهيئة الأممية أن تفعل في حال هذه الاختراقات الدكتورة المتواصلة أولا الأمين العام للأمم المتحدة لديه ممتي الخاص نعم الذي هو سيد رئيسة البعتاء ولديه المبعوث الخاص لا أعتقد بأن هناك أمين عام في الأمم المتحدة يمكن أن يقبل بأن يدفع مبعوته الخاص إلى مواجهة بين أحد أطراف النزاع والأمم المتحدة إذن إذا حاولنا أن نجمل الخطأ الذي ارتكبه الروس وهو أنه قاد الأمم المتحدة اليوم إلى أن تصبح في مواجهة مع البوليزاريو من المفروض أن يكون المبعوث الأممي هو أولا يشرف على مفاوضات يحاول أن يقف بين الأطراف يقرب بين الأطراف وينقل بمعنى أنه ينقل كل المعلومات إلى الأمان العام للأمم المتحدة هو لم ينتبه مثلا لما نتحدث عن مواقع اليوم ما يجري اليوم في القرقارات معروف بأنه فالسوم كان ينبه كان ينبه البوليزاريو إلى مسألة خرق بمعنى ينبه الالتفاق العسكري رقم واحد بالخصوص هناك خمسة مناطق ضمنهم توجد منطقة عزيلة وهناك مناطق بمعنى محضورة محضورة على طول الجدار لوحدة خلال فترة روس أنه وقع تمادي للبوليزاريو بمعنى أنه بدأ يقرأ هذه الالتفاقية حسب أهوائه وهو لم ينبه لم ينبه لا البوليزاريو ولم ينبه حتى الأمم المتحدة ومن يعود إلى التقارير سيجد بأنه لا يشير إلى هذه النقطة وكأنه غير معني طيب دكتور منار هل من رقيب على عمل المبعوث الأمم من المصر؟ مفروض أنه يقدم تقارير وليوم مثلا اليوم إذا اجتمع مجلس الأمن ضيمنيا سيكون في النقاش بأن هناك فشل قلت بأنه ترك الأمم المتحدة تصل إلى هذه الدرجة في مواجهة مع البوليزاريو اليوم الوضع كيف هو؟ الوضع كما قال سيمسطافا هناك المغرب لم يوقع اتفاقيات مع البوليزاريو ووقع مع الأمم المتحدة والبوليزاريو ووقع مع الأمم المتحدة طيب الوضع كيف يبدو لك اليوم؟ اليوم أن البوليزاريو في مواجهة مع الأمم المتحدة وهذا ما سيأتي في التقرير بمعنى أنه في وضعية متناقضة مع شرعية دولية في منطقة لا يجب أن يكون فيها بل أكثر من ذلك أنه بدأ يرتكب عمل من أعوان العدوان لما يتم الهجوم على مدنيين في طريق تجاري هذا يكيف في القانون الدولي بأنه تهديد للأمن السندورين وأنه هجوم بمعنى أنه في شكل عمل من أعمال العدوان يحق لها التدخل هذه الهيئة؟ الهيئة نعرف بأن هذه القوات هي رمزية وهي تقوف تكون بين الأطراف هي لم تقوم بدورها بمعنى أنه اليوم حتى القوات هنا ستعاتب من المفروض كل يعرف بأن هذه القوات الأممية هي رمزية تكون بين الأطراف وتشرف على ما يسمى بالحفاظ على وقف إطلاق النار لا تستعمل سلاح إلا في حالة واحدة الدفاع عن نفسها والمغرب سبقها وحتى الأمم المتحدة نفسها سبقها أن نبهت إلى أن هذه القوات في خطر لأنه لما تصبح بمعنى روس ترك هذا الشرط كله فوضوي فيه التهريب فيه الجماعات الإرهابية في هذه الميليشيات اليوم هذا عمل يصنف من الأعمال الإرهابية التي يقوم بها البوليزاري يصنف لأنه يهدد ويقوم بعملية ترويع مدنيين المغرب اليوم له أوراق قانونية وقانونية يستعملها ينتظر الأمم المتحدة ينتظر قرار مجلس أمن الذي يجب أن تكون فيه الإذانة ويجب أن تكون المنطقة العازلة فارغة هذه من الشروط يعني أن يجب أن تخرج يجب أن تغط في هذا الاتجاه ويملك بمعنى إذا استمر البوليزاريو يملك بمقتضى متاق الأمم المتحدة المادة 51 التي تعطيه حق الدفاع الشرعي للنفس ما دام أن الأمم المتحدة غير قادرة على القيام يمكن أن يقوم ثم يعطيه أيضا إمكانية أخرى وهي الدفاع وحماية الرعاية هذا معروف القانون الدولي له هاتين الورقتين ولكن اليوم بانسحاب الأحادي ترك البوليزاريو في ورطة لما نقول فخ فهو فخ البوليزاريو لا يعرف هل يبقى هل يتراجع بمعنى لديه مشكل كبير اليوم كيف يتصرف يتصرف الكل يعرف بأن البوليزاريو منذ تغير القيادة مع الوصول إبراهيم غالي هو مدفوع من طرف القيد صالح لنتحدث بوضوح بمعنى أنه مدفوع في انتجاه هذه المنطقة ليكون ورقة وهذا عنده تفسيرات مرتبطة بالوضع الداخلي في الجزائر بمعنى يمكن أن نعود إليها إذن هو اليوم الجزائرية التي ستقرر ماذا سيقوم به البوليزاريو في هذه المنطقة ومنذ أيام كان هناك اجتماع سمي بمنتدى عسكري للتشاور وأتبادل الخبرة وهو يدخل في هذا الإطار ولكن البوليزاريو هو في ورطة والمغرب يجب أن يضغط في أن يكون قرار فيه الإذانة بمنم داخل مجلسة الإذانة أولا ثم المسألة الثانية أن تكون هذه المنطقة عازلة بمفهوم القانون الدولي ليس فيها وجود لأي طرف باستثناء القوات الأممية طيب روس في عملي خلال هذه السنوات قال في بدايتها أنه يراهن على المفاوضات غير المباشرة هل هذا الرهان كان خاطئ من الأول دكتور؟ قبل الإجابة على السؤال وسأعتي في السياق أريد أن أذكر مرة أخرى بأن السيد كريستوف الروس عبرت المملكة المغربية في أكثر من بلاغ على مستوى وزارة خارجية بأن هناك انحراف على مستوى تدبير ملف النزاع وللأسف كان محوره هو المبعوث الخاص أنا قلت بأن التحفظات الأولى كانت مبنية على معطيات مؤكدة حتى أن هذا المبعوث لأول مرة في التاريخ سيجعل من بنية البنية الإدارية للأمم المتحدة بنية فاسدة لأنه صارت تنعت بأنها تشارك في مؤامرة خارج إطار الشرعية الدولية لأن اليوم حينما نتحدث عن هذه المواجهة التي تحاول أن تخلقها أطراف أخرى عن طريق جبهة البوليساريو معروف بأنها جبهة البوليساريو هي قناة لتصريف بعض الأمور للآخرين المهم أنه المملكة المغربية اليوم حينما نعود إلى رسالة جلالة المالك إلى الأمين العام للأمم المتحدة الجديد مسألتين اتنتين تؤديين إلى مكسب أساسي المسألة الأولى هي أنه المملكة المغربية عبرت على أنها دولة ذات سيادة وتمتتل للشرعية الدولية تانيا خلقت سنكار دول غربية لما تقوم به هذه الميليشيات فأماطت اللي تم عن وجهها الحقيقي الذي هو عبارة عن عصابة إجرامية ميليشيات تقوم باحتجاز الحافلات وتعرقل السير التجاري الدولي في المنطقة هذه المسألتين أدتا إلى أنه حينما عبرت المملكة في بلاغها على أنها تأخذ علما بالبلاغ الصادر على الأمن العام لأمم المتحدة لانسحاب يعني ضمنيا هناك اعتراف ضمني من الأمم المتحدة بأن المملكة المغربية انسحبت إلى ترابها بمعنى أنه الجيش هو في جداره الأمني بمعنى أننا نتحدث اليوم ضمنيا أمميا على أن المملكة المغربية يداد سيادة على ترابها وبالتالي هذا الارتباك اليوم الذي يحصل في المنطقة العازلة له أسباب مسببات مرتبطة بما يجري في الاتحاد الإفريقي نعود إذا سمحت إلى حصيلة الروس لأن هذا هو الموضوع المباشر المفاوضات الغير مباشرة هل كانت رهانا خاطئا أم أن الظروف لم تسمح بالتقدم هو بطبيعة الحال لا ليس الظروف لأنه منذ البداية كريستوف الروس منذ بداية اشتغاله في ملف النزاح حول الصحراء المغربية والمملكة المغربية تسجل باحتجاجات لدى الأمم المتحدة انحرفات السيد المبعوض الخاص في تقارير مسترسلة إلى درجة أنه بطبيعة الحال كما ذكر زملاء هي المسألة مرتبطة بمواقف الإدارة الأمريكية التي كانت أندك بالتالي كانت هناك مؤامرة كبرى انخرط فيها المبعوض الخاص ولكن اليوم الذي نحن أمام مرحلة جديدة هذا التقرير الذي سيعرض في أبريل أشرف عليه هذا المبعوض يجب أن لا نبعد من الأدهان على أن هذا التقرير سيتطلب من المملكة المغربية مرة أخرى جهدا دبلوماسيا قانونيا وسياسيا كبيرا من أجل إماطة اللي تم عن كل المغلوطات التي لا شك أنه وضعها في هذا التقرير وبالتالي نقول اليوم بأنه آخر المعارك آخر المعارك القانونية دبلوماسيا هي هذا التقرير الذي سابق للمبعوض أن أنجزه وبالتالي استقالته طبيعة الحالية وإن جاءت مستريا في هذه المرحلة إلا أنه راكم ما راكمهم من مسائل لم تعد تحفظه ماء وجه الأمم المتحدة وبالتالي لا أعتقد أي أمين عام سوء إن كان جوتيريس أو غيره أن يحتفظ بمثل هذا الشخص طيب أبرز المرشحي لخلافة روس نتحدث ربما منذ أيام عن سيد بولتن عن موراتينوس كيف يبدو لك؟ من الأقرب اليوم؟ مبدئيا كما أشار الزميل منار أمين عام أوروبي ربما سيكون أقرب إلى اختيار مبعوض شخصي أوروبي هذا يعني طبعا تتوسم خيرا في سيد موراتينوس إن تم اختياره؟ لا أدري لكن أظن أن على الأقل الآن ما نتوسمه أو ما نتمنى هو أن يأتي مبعوض شخصي للأمين العام يعني يلتزب أولا بدوره الذي يجب أن يستند على التحاور مع الطرفين نزاع روس يعني اخترق وتجاوز هذه العتبة يعني كان يظن بأنه بإمكانه أن يصنع القرارات وهذا ليس دوره هذا دور يعني مجلس الأمن استنادا على تقارير وليس دور كريستوفر روس دائما يعني بالنسبة إلي يعني المبعوض الشخصي القادم هو على ضوء الإيجابي والسلبي في أعمال روس قبل قليل ترحت السؤال مثلا يعني وهنا ربما قد أختلف مع زميلي طارق المغرب منذ البداية تحفض على روس لكن أبدأ أبدأ حصن النية تعاونهما يعني في المفاوضات المباشرة والغير المباشرة أبدأ حصنية في قبوله يعني ما يسمى بالديبلوماسية المكوكية يعني تشاتل ديبلوماسي التي اقترحها روس والتي لم تبدأ يعني لكن لم يبدي حصن النية لما كانت التقارير يعني تخرج إلى العلنة تخرج يعني عن شرعية القانون وتخرج عن شرعية يعني الديبلوماسيك إيتيكس يعني ال ديبلوماسي أخلاقية الديبلوماسية أخلاقية الديبلوماسية لما يكتب فقرات مثلا يتحدث عن عدم توازن القوات العسكرية بين المغرب والبوليساريو يعني هذا يعني حتى تلميذ صغير لا يكتب هذا كانت هناك اتهامات كذلك يعني دولة كان جوسسة على قوات المينورسو كانت كذلك افتقال يعني هناك دولة وهناك يعني منظمة شخصية يعني لا يمكن المقارنة على مستوى القدرات يعني الرجل تمادى وخرج يعني عن الإطار الذي وضع له أو الدور الذي كان يجب أن يقوم به وهو التقريب بين وجهات النظر الآن الطرفين طبعا ما تتداوله يعني مراكز تفكير ووسائل الإعلام أن شخصية المقترحة من الولايات المتحدة الأمريكية هو ربما أقل معرفة بالملف بالمقارنة مع المرشح الإسباني طيب بالنسبة إليكم دكتور مانار أين يذهب الترشيح وما الكلمة الفصل التي يملكها الأمينة الأممية كيف يتم اختيار كذلك؟ قبل ذلك إشارة فقط ونحن نتحدث عن روس نعم روس هو الذي استعمل قاموس خاطئ في تقرير الأمين العام لما يشير مثلا إلى مصطلحات هو الذي كان وراء فيك المصطلح دي الأراضي المحررة رغم أن هذا المصطلح هو ليس قانوني أكثر من ذلك الخطير في الأمر الذي يجب أن يعرفه الناس وهو أنه كان يذهب إلى العيون ويطلب من ما نسميه بانفصالي الداخل أن يتظهروا ويقول تظهروا فأنتم تحت حماية الأمم المتحدة هذه خطورة جدا هذه معلومات مضبوطة لما منعه المغرب من الذهاب إلى المناطق الجنوبية كانت لديه الحجج طيب أريد أن أفتح قوس عطفا على ما قلت دكتور عندما كان يدعو إلى أن يلعب المغرب العربي دورا في هذه القضية والدور العربي ليس له قائمة حتى الآن كذلك عندما رهنا على زيارة تونس وليبيا ربما كلها كانت مجهودات قد لا تؤتي أكلها وماذا عن الزيارات المكوكية كذلك؟ هو كان يعرف يجب أولا أن نفهم هذا الشخص بعد أولا كان قد انتهى الآن يجب أن نفهم المبعوت لما يأتي فهو شخص يكون تهدي بلوماسيا ويحاول أن يجد دور كان قد انتهى لا أحد كان يعرفه روس قبل مثلا لما كان سفيرا في مجموعة من المناطق انتهى إذن كل هذه الزيارات هو كان يقول بأنه محاولة لتحويط هذا النزاع ولتوسيع أكبر عدد من الأطراف ولكن هذا خطأ في ديبلوماسيا لما نوسع بمعنى ندخل كل أطراف المغربية ندخل أطراف الأوروبية الولايات المتحدة الأمريكية معنى هذا أنه هناك تمويه هذه يمكن أن نسميه بأنها تمويه وهي عبارة عن سباحة وليست مفاوضات ألي يعني هذا كذلك أن هذا ملف الصحراء المغربية ربما ليس أولوية بالنسبة للأمم المتحدة أمنها حل النزاع كيف يبدو لك من المرحلة التي كان فيها روس كانت خطيرة جدا لأنها اجتمع فيها أوباما وبانكيمون لا يعرف الملف لما قل أوباما وإدارته مجموعة من المحيطين به ثم جاء روس بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي زوما بمعنى أصعب مرحلة هي التي كان فيها كريستوفر روس هذا هو الخطير اليوم هناك الأمين العام الكل يعرف بأن الأمين العام له شخصية مختلفة عن سابقه أولا أوروبي قريب من المنطقة يفهمها جيدا يعرف منطقة شمال إفريقيا قريب من الملف اشتغل على قضية اللاجئ لهذا كل إشارة التي تأتي اليوم من البوليزاري وأيضا من الجزائري يعرفون بأن التوجه سيكون للأمين العام الجديد نحو المخيمات وهذا سيكون واضح من يعود الآن إلى تصريحات حتى في موقع الأمم المتحدة هو يعطي أهمية كبيرة لهذا جانب في العلاقات الدولية ككل والمرشح الأمريكي لا أعتقد بأنه سيكون هناك مبعوت أمريكي تاني لأنه هذا له تصريحات معروف بقربه كان في مرحلة لما كان جورج بوش الإبن معروف ديبلوماسيا كيف يشتغل ترجح موراتينوس ربما دكتور بنسبادي بمعنى أوروبي وإن كان سيكون هناك سرع لننسى بأن أطراف ستتدخل في هذه العملية تحاول دائما هناك سرع على المبعوت الخاص بلسون مثلا لم تكن تقبل به لا البوليزاريو ولا الجزائر اليوم أيضا أوروبي أعتقد بأن أوروبي ستتحفظ عنه الجزائر والبوليزاريو عكس مثلا سيدفعون افتجاء أخر ولكن أمريكي في هذا الظرف بالذات الانتقالات التي تعيشها الإدارة الأمريكية والإدارة الأمريكية ليس لها أولوية هذه المنطقة الآن ليس لها أولوية لكل الفراغات الموجودة أعتقد بأن سيكون اتجاه نحو أوروبا ولكن أصعب مرحلة هي المرحلة التي مرت طيب إقناع المغرب والبوليزاريو بالدفع إلى أبعد حد ممكن والابتعاد عن الطرحين الرسميين الحكم الذاتي أو تقرير المصير ألم يكن في هذا لعب ما كذلك من جانب سيد روس نعم وبطبع الحل سيد كريستوفر روس كل شيء كان يصدر عن المملكة المغربية هو بالنسبة له في دهنه غير مقبول غير مقبول هو لأنهم كان ينخرطوا في مؤامرة كبرى في المنطقة طيب كان يريد حكما فيدراليا هل يفهم هذا الاقتراح؟ هذه المسائل كلها كانت عبارة عن تمويه من أجل إفراغ من شروع الحكم الذاتي الذي طرحته المملكة المغربية والذي شوف للغريب جميع الدول الغربية المؤترة عالميا وغيرها اعتبرت بأن مقترح المملكة المغربية جدي وصادق فالسوم قال أن الاستقلال هو خيار غير منطق فالسوم وصل إلى حد اعتبار أن ما تدعيه البوليساريو هو ضرب من الخيال وأن ما يقترحه المملكة المغربية فرصة تاريخية كريستوفر روس منذ البداية ولهذا أنا هو وخاق الأختالي فراحة نويها في نفس السياق نعم كريستوفر روس لم يكن يؤمن بشيء صادر عن المملكة المغربية لماذا؟ لأن له خلفية منذ البداية لتعويم المنطقة ويشاركه في مؤامرة كبرى لاحظي معي بأن ما وصلنا إليه اليوم هو نتيجة لعمل المبعوث الخاص اليوم المنطقة تغلي عسكريا لو لا حكمة وتبصر جلالة الملك لكانت هناك حرب في المنطقة وهناك من يدفع اليوم من أجل تنفيس داخله إلى أن تقع معركة ومواجهة بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ولكن لاحظي معي بأنه نحن لكي نطمئل لأنه لما تلحظ بعض الفيديوهات في الأنترنت جبهة البوليساريو يحملون السلاح انتصار عسكريا استراتيجيا من حيث الخبرة العسكرية صدقيني مدة ساعتين تكفي الاعتقال كل جبهة البوليساريو المتواجدة في المنطقة العسكرية من طرف الملكة المغربية الخبراء العسكريين يعرفون هذه المسائل هذه الآن الذي يورط نفسه أكثر في هذه العملية للأساف هي موريطانيا لأنها هي التي سمحت لنفسها بالتراجع والآن دخلت هي أيضا في مواجهة خفية مع جبهة البوليساريو لأنه ليس من صالحها أن تبقى جبهة البوليساريو في المنطقة بمعنى أن هذا الفشل الدريع اليوم الذي وصل إليه كريستوفر الروس هو الذي أعطى نتائج عكسية في المنطقة كان من المفروض منذ أن أخذ المفاتح عن فان فالسوم وفان فالسوم كان رجولا منطقيا مع نفسه كان من الممكن اختيار إحدى المقاربات السليمة التي ديبلوماسيا يمكن أن تنتج على الأقل طريقا تسهل الوصول إلى حل المملكة المغربية منذ البداية لما اقترحت الحكم الداتي كبديل اقترحته على أساس إطار يتفاوض حوله لإنهاء النزاع بمعنى أن تشتغل داخل الشرعية من أجل تحقيق السلم والأمن في المنطقة وأقصى ما يمكن أن تعطيه المملكة ولهذا قلت بأنه اليوم المملكة المغربية كي أين كان المبعوث الشخصي للأمن العام للأمم المتحدة المملكة المغربية هناك سقف محدد ولها خبرة أربعين سنة وأكثر في التعامل مع الأمم المتحدة وبالتالي لا يعنينا شكل المبعوث الخاص بقدر ما تعنينا مجهودات المملكة المغربية التي تقوم بها من أجل إيجاد حل لهذا النزاع الأمم المتحدة دكتور في رأيكم قادرة على حل هذا النزاع أما الحل خارج هذه المنظمة أظن أنه طبعا إذا استفادت الأمم المتحدة من الأحطاء التي ارتكبت ثم إذا ركزت على الجانب الإنساني أولا يعني هناك ملفات للأسف أهملت من طرف كريستوفر روس هناك ملف مثلا لا بد من إحصاء مثلا الصحراويين الذين يوجدون بتندو في المغرب وجه دعوات متكررة مباشرة وغير مباشرة من أجل أن تتحرك المفوضية سامية للاجئين بضبط عملية الإحصاء من أجل منحهم حتى وضع لاجئ لكن كريستوفر روس كان يقاوم هذه الرغبة لسبب واحد هو أن القانون المنظم لوضعية اللاجئ يرفع حق البوليزاريو في تدبير اللاجئين يعني تصبح المفوضية هي التي تدبر اللاجئين مباشرة ولهذا كانت مقاومة الآن للأسف هناك مجموعة تقيم في منطقة تندوف لها وضع لاجئ مجازاً يعني بشكل جماعي لا يحمل هؤلاء يعني لا أوراق ليست لهم حقوق اللاجئين يعترف بها دولياً يعتمدون طبعاً للتنقل على أوراق تصدرها البوليزاريو لا يعترف بها العالم من أجل يعني الخروج خارج هذا التراب يستندون إلى عطف طبعاً الجزائر بمنحهم جوازات صبر جزائرية وهذا الوضع سيء لأن المغرب حتى لما قدم مشروع يعني الحكم الداتي لم يتمكن السكان الصحراويون المقيمون بتندوف من الاتلاع على المشروع يعني كل هذه معيقات الآن المرحلة القادمة الأمين العام الجديد ربما يجب أن يحرص أولاً على تصفية الأجواء المتوترة بالقرقرات يجب أن يعيد تدبير الملف إلى خطه الدبلوماسي والسياسي ربما مفاوضات ثم يجب أن تحميل المسؤولية للجزائر لأنها طرف النزاع أم لا؟ طبعاً هناك مسودة قانون مسؤولية الدول State Responsibility Law والذي يقول بصراحة أن الدولة الحاضنة لجماعة شخصية تتحمل جميع الأعمال أو التهديدات أو الأفعال يعني المهددة لأمن دولة أخرى تتحمله الدولة المضيفة ومن هنا يجب لماذا تتقعس الأمم المتحدة في تحميل جزائر هذه المسؤولية؟ أظن أن الأمر طبعاً لأن الجزائر إلى الآن لم تعترف قط وتقاوم وتمارس شبكة من العلاقات تقول أنا ليس الطرف في النزاع لست طرف تساعد البوليزاريو تقول أنا أحتضن السكان ولست طرفاً في النزاع المغرب يعني وطبعاً يفضح هذا الأمر بشكل واضح ونتمنى أن تكون هناك شجاعة من جميع الأطراف لتجلس الجزائر مع المغرب للتفاوض حول الموضوع لأنهم الطرفان الرئيسي طيب دكتور إذا كانت هناك فعلاً نية صادقة لحل هذا النزاع ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ؟ أولاً العلاقات الدولية صعب أن نتحدث بالنية الصادقة صعب هذه توازنات على الأقل من الأمم المتحدة سراعات الأمم المتحدة الكل يعرف بأنها تدير مجموعة من النزاعات في العالم ولم تصل إلى حل أي حل؟ معروف هذا المسألة إذن ما هو الحل في هذا النزاع؟ أعتقد بأن التحولات التي تجري هناك تحولات مرتبطة بما يجري على المستوى الدولي والإقليمي أرجع لنقطة دي المخيمات اليوم معلومات تقول بأن الجزائر هي بدأت تفصل في المخيمات بين نوعين بين من سيبقى في المخيمات وبين مجموعة أخرى من الصحراويين تريد أن يكون إعمار في المنطقة العازلة هذه المسألة لماذا؟ لأنها انتبهت بأن القادم سيكون في اتجاه نقاش حول وضعية المخيمات هي تريد هذه المسألة بل أكثر من ذلك ما الحدث من ذلك؟ بمعنى تحس من هذه المسألة لأنها بدأت تحس بأن الكل بدأ يدرك بأن ورقة البوليزاروية هي ورقة جزائرية بمعنى الكل بدأ يدرك هذه المسألة وأنه لن تكون هناك مفاوضات حتى بالنسبة للقوى الغربية التي هي مؤترة تقول بأن المغرب يضيع الوقت في عملية المفاوضات مع البوليزارو البوليزارو لا يملك قرار هذا واضح جدا واليوم مثلا المغرب إذا أراد العودة إلى المفاوضات يجب أن تكون شروط وورقة الحكم الداتي يجب أن تكون بمعنى هي الورقة الأساسية ولكن قبل ذلك هناك شروط منها ما يجري في المنطقة العازلة لا منها إذانة ما وقع مثلا العمل الذي قام به البوليزارو ولكن هذا التحول الذي يجري المغرب اليوم يواجه البوليزارو على الطريق بمعنى أن هذا كان خطر تواجه الأمم المتحدة وهذا سيكون عمل مغربي إذا استمر هذا الوضع هذا بمقتدى القانون الدولي يواجه الجزائر إقليميا هناك وضع صعب في الجزائر نعرفه القيد صالح يمكن القيد صالح أن يحرق المنطقة كل كل بمعنى أنه لكي يكون رئيس كين مواجهة مع جنوب إفريقيا في القارة ككل كين أوروبا اليوم مثلا هي تضعف وتنظر ما يمكن أن يحصل في شمال إفريقيا هناك روسيا تريد مثلا أنها روسيا بمعنى أنها اليوم موجودة في ليبيا ومن الممكن أن يصبح شمال إفريقيا تكون فيه الفوضى الموجودة في الشرق الأوسط أكثر إذن كل هذا الوضع هذا هو الآن يراقب من طرف المجتمع الدولي ولكن الملف هو صعب بمعنى أن الملف صعب ولكن الملف هو بين المغرب والجزائر نتحدث بواقعية جزائر بدأت تحس كل كلام الذي كانت تقول جزائر بأنها طرف محايد وأنها أشخاص موجودين فوق الأراضي الجزائرية هؤلاء فوق الجزائر ليست لهم وضعية لاجئ الأمير العام الأممي يعرف هذه الوضعية جيدا إلى درجة أنه الحالة الوحيدة التي سجلت ديال مصطفى سلماء أعطاه لإسم ديال موجود في موريطانيا لاجئ عابر بمعنى أنه خرج من المخيمات وليس له وضعية لاجئ إذن الملف هو بين المغرب والجزائر ولكن اليوم الكل يراقب الوضع في الجزائر ماذا سيفرز الوضع في الجزائر قد يفرز حرب بمعنى هذا راه سيناريو الحرب موجود وقد يفرز تحول ولكن كل هذا الملف ليس هنا كما يسمى بالبوليزاريو هو بين المغرب والجزائر وهذا تدركه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا روسيا ولا الدول الأوروبية طيب السيناريو هات المقبلة دكتور أطار هو بطبيعة الحال مسألة مهمة مرتبطة بالعمق الجزائري لماذا؟ لإعتبار أساسي أولا اليوم هناك شبه فرغ رئاسي هناك احتقان داخلي لاحظنا مؤخرا احتعلموا سوى مثلا القدرة الشرائية هناك نوع من انهيار داخل جزائر مؤسسات الدولة لاحظي معي بأنه في جميع الدول الديمقراطية في حال ما رض الرئيس أو شيء ما فإن مؤسسات الدولة كالبرلمان أو نائب الرئيس والذي يتولى الدستور الجزائري نص على أن المؤسسة العسكرية التي تتولى الأمر بمعنى الآن رهي بقوة القانون الأسماء للبلاد نحن في في علاقة مع المؤسسة العسكرية مباشرة هذا ثانيا ثالثا هناك لاحظ معي داخليا مع المستوى الاقتصاد حتى بالنسبة لمجتمع الجزائري لاحظنا بأنه غير على مستوى الاحتياطة من القمح في حالة السلم المخزون ضعيف جدا وغير هذه واحدة الأسبوع ما تأثير هذا على قضية صحراء أنا جاي للأسف أنه تأثير تأثير هو أنه هناك اليوم اختناق داخلي لدى القيادة الجزائرية حتى أن المجتمع الجزائري اليوم برمته يطالب بمئة مليار دولار التي اختفت بمعنى أن هذه الأمور مجتمعة داخل الجزائر لا يمكن إلا أن تصرفها قناة المياه غير الصالحة للشرب التي هي جبهة البوليساريو بمعنى أنها تدفع بالجبهة إلى اختلاق أزمة مع المملكة المغربية من أجل التنفيذ الداخلي ولهذا نحن اليوم المملكة المغربية لم تنجر بحكمة جلالة الملك لم تنجر إلى هذا المعطى ولكنها رهنت على الشرعية الدولية ولاحظي معي مسألة أخرى حتى أن التحركات على مستوى الجنوب الجزائري أو الآن لاحظنا بأن الجزائر حركت صواريخ في المنطقة الثالثة تكلون بشار ما بين كلون بشار وتندوف هذه المسألة بطبيعة الحال خلقت نوع من الإيحاء بأن هناك تهديدات عسكرية يمكن أن تكون المنطقة مقبلة عليها ولكن المملكة المغربية لم تنجر إلى هذه المسائل ولاحظي معي مرة أخرى وهذا خطاب موجه إلى الذي يدفع نحو الحرب فرنسا توجد بأربع تلاف جندي قبعة زرق في شمال مال بمعنى أن المنطقة مضبوطة من طرف الأمم المتحدة وما أوصلت به الجزائر اليوم جبهة البوليزاريو إلا أن جعلتها في مواجهة الأمم المتحدة مباشرة بمعنى أنها لن تستطيع أن تتحرك ديبلوماسيا لأنها خرقت الشرعية الدولية ولن تستطيع أن تتحرك عسكريا لأنها مؤطرة من طرف الأمم المتحدة وأنا كما قلت المملكة المغربية قادرة في ساعتين أن تعتقل كل من يوجد داخل المنطقة العزيزة بقي ثلاث دقائق أرجو أن نتقاسمها بالعدل دكتور رزرازي ما الخيارات الممكنة اليوم أمام المغرب للدفاع عن قضيتي الأولى أظن هناك عدة خيارات أولا هناك الأمم المتحدة الآن المغرب في وضع مريح يحترم الشرعية الدولية يقدم مبادرات يبدي حسن النية الجزء الثاني طبعا هناك علاقات واسعة للمغرب وشركات عبر العالم ناجحة ستدبر المغرب في أن يجد من يدعمه في شرعيته وفي حلفائه ثم هناك الاتحاد الأفريقي في مرحلة متأخرة حتى مثلا هذا الموضوع المصطنع للقرقلات واضح لكل من يتابع تطورات كون المغرب داخل الاتحاد الأفريقي يريدون افتعال الموضوع لوضعه أمام مجلس الأمن والسلام بالاتحاد الأفريقي لكن المغرب يدرك هذه اللعبة وبكل تأكيد ستفشل كما فشل الآن الافتعال كيف تحرك المغرب في هذه المرحلة دكتور؟ أعتقد أن المغرب يستمر في رفع الإيقاع داخل أفريقيا أتحدث عن الإيقاع الاقتصادي والتنموي الأفريق يحتاجون إلى النموذج المغربي وملف صحراء موجود لدى الأمم المتحدة بمعنى أن العودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي هي من أجل تغيير مقاربة الاتحاد الاتحاد الذي كان ضعيفا يطلب من المغرب اليوم أن يقدم نموذج والملف هو موجود لدى الأمم المتحدة والمغرب يحترم الشرعية الدولية والبوليزاريو يجب أن ينتبه له الكل بأنه في فخ وأيضا وراءه الجزائر التي تدفع في اتجاه المنطقة يجب تنبيه المجتمع الدولي إلى هذا الوضع الأولوية بالنسبة للمغرب الآن؟ الأولوية بالنسبة للمملكة المغربية هي أنها قبل أن تصل إلى النتائج اختراق دبلوماسي كبير جدا للمملكة المغربية لتحصينات الآخرين لاحظي معي عودة إلى الاتحاد الإفريقي طلب العضوية إلى تكتل الاقتصاد لغرب إفريقيا والمملكة المغربية تجيب عن هذه التحرشات بمسألة أساسية وهي أن تجعل من الغرب الإفريقي رافع اقتصادية للقارة الإفريقية شكرا جزيلا لضيوفي الكرام على كل التوضيحات التي قدموها شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة نلقاكم بخير بإذن الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم